السلام عليكم كيف تسمى اللبس عليكم صحة لباس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معي البنات في فيديو جديد مع وصفة جديدة بنسبة الفيديو دليوم غنشارك معكم الباقية الكمير كيش عليها تشكل كيشي صراحة غزال في حال وحال ديال المخبزات بنسبة المقادير البنات اللي هي بسيطة عندي هنا خمسمائة جرام ديال الطحين الفورس عندي الطحين العادي من الشي ديال الحلوى عندي كتشرة ديال السكر كتشرة ديال الخميرة وملاح على الحصب الدوق وكتشرة كبيرة ديال السيت سفي هدو من المكونات اللي غنحتاجوها البنات بسم الله غنبدو غنعمل الملاح وغنعمل السكر والخميرة دائما البنات السكر والخميرة في جيهة والملح في جيهة اخرى وغنسيت كتشرة كبيرة ديال السيت سفي البنات وغنبدو نعجين بالمدى في العجينة ديالي وهد العجينة مغسطش هي تكون قاسحة قصة تكون شوية مرخوفة سفي غندي نبدا نعجين في العجينة ديالي وضروري سوف ينجمعها كما كتشوفوا معي العجينة ماشي قاسحة نهائيا يعني مرخوفة شوف قوام دياله كيفاش عامل سفي غندي نبدا نقية صغيرة وضروري العجينة ديالي نخليها تخمر مزيان وضروري العجينة ديالي نخليها تخمر مزيان ثقه سوف نقوم بسطوصة نقوم بسطوصة نقوم بسطوصة نقوم بسطوصة الهواء في العجينة سوف نقسم العجينة بالنسبة لمدة 1 كيلو نقسم العجينة على 4 كيلو سوف نقوم بالنسبة لعجينة نقوم بالنسبة لعجينة سوف نقوم بشكل كيلو نضع الأن بشكل كوقات نضع الهواء في الكومير نقوم بشكل كيلو كما تشاهدون العجين لا يتلسق العجين لا يتلسق سوف نلوي بها الطريقة أسهل سوف نلوي المطع نحرك سوف نلوي المطع تحضير المطع من المطع سوف نلوي المطع سوف نلوي المطع فقط سوف نلوي المطع و فوق فوق طريقة سهلة سهلة كثيرا سوف ننزل بقيته في سنة وننزل كثيرا سوف ننزل الثانية سوف ننزل الثانية سوف ننزل سوف ننزل سوف ننزل سوف ننزل سوف ننزل سوف ننزل ننزل أكثر لن اخري بساة سوف ننزل كما قلت لكم البنات وبنسبة الزراعة استعملوا الزراعة اللي كتبغي والشي الحاجة اللي عندكم في الدار يعني هذا هو الاهم يعني الواحد يستعمل الغيو ديك الشي اللي عنده في داره صافي انا عملتنا الحب السوداء صافي وقد نبرون فوق منا هيدا وقد نلسق لديك الزراعة صافي البنات وقد ننزل في الطوالي قد ندخل الفرن بالنسبة البنات كما كتشوفوه بالنسبة للبنات اللي ما عندوش القالب ديال الباقي كان عملو هاد العملية كان عمل الفرق بين كوميرا كوميرا باش مني تخمر ما يلسق شلينو كتجينا في الحجم ديالا مزيونا بهاد طريقة صافي البنات دابا غادي ندوز باش نكمل الجوجيا خلي اللي بقوا لي غادي نطلق وغادي نلوي كما كتشوفو معايا هادي غادي نعملو من البنات بلا زرارة ونخليهم عادي صافي وغا نشد صافي وغادي نبرم صافي دابا غادي نطلق اللي اخران اللي بقتلي وغادي نلوي كما كتشوفو هاد وغادي نعملو بلا زرارة صافي البنات وكنسكياليها مزيان وكنشد حاولت البنات نعطيكم هاد المقادر هادو ديال الباقيت هادو ديال الباقيت هادو سهلي بززاف ما فيهم شي الخدمة وما فيهم شي المقادر يعني بززاف يعني مقادر بسيطة كتشوفو عادي هو مزيون صافي البنات هوا كوميرات ديالنا كما كتشوفو هادو في اللطة كاملين هادو نخليهم بشي خمرو ولكن البنات قبل ما ما يخمرو غادي ندوز بشي نشرط فيهم يعني انا كنعملو بديك شريطات قبل ما يخمرو شوفو شي شي زيزوار او لاشي موسيكون مادي وشورطو في الكومير ديالكم صافي وغادي غطيو علي ونخليوها يخمر وبالنسبة للكومير البنات اللي خليتو هيداك بلا زرارة غادي نجيب شوية ديال الطحان وغادي نعملو هيدا فوق منو ديك شوية وش ديال الطحان كي حتي واحد من درزوين بهذا الشكل وده بان نطلقه بعد ما يخمر صافي البنات او الخبز ديالي ديال الباقيت بعد ما خمر كي يدعف الحجم ديالو وده بغادي نعملو واحد المرحلة اللي هي ضروري البنات اللي عنده ديك الرشاشة ديال الماء عادي نهاية ضروريlando لا Luftة خوب المرحلanda يكون الحرارة من خفضة الحرارة ميتين هنا بعد ما خرجتك محمر البنات خليتوا تحمر من ساحة وعادة كشعة لون الفوقي أتمنى يعجبكم لما نقطع معاكم وحدا تشوفوا كيف يأتي من داخل يأتي صراحا مفش فش ومزيود أتمنى يعجبكم وتجربوه قطعت معاكم أخرى بلا زرارة هي شكلة كيف يأتي يرطب وغزال ويصلح من بوكا ديوات ويصلح من مهم الولاد يتعجبون الباقيت نتمنى يعجبكم الوصفة اليوم هذا هو الشكل النهائي لذلك الخبز يأتي عليها تشكل صراحة يأتي غزال نتمنى أن أجبكم الوصفة اليوم وشكرا لكم بزف ونطلقى إن شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة وبسلام عليكم ونهاركم برك وشكرا لكم وشكرا لكم شكرا لكم